موسيقى بس ليش أغدتش انتعيت على الحمام؟ تكسي توقعت هالشي هي هيك غلطت وهلأ دوري أنا اكتشف شو هالغلطة ولاش هيك عملت صار لازم أعرف كل شي بريتا مرت عمي بنتي كارينا حكت هذا الحكي لأنه كانت معصبة لهيك لا تاخديها لحكي وتتدايق هادي أنا بعرف أنه الكلام اللي حكته معك كان آسي مرت عمي أنا ما بحث بالإهانة وقت عمتي بطايت علي وبتحكي معي بهالشكل وانتي بتعرفي أنه مؤول مرة بطايت علي هي بتحكي وبطايت وما بتفكر بهالشي بس بحياتي ما فكرت أني أزعل منها بس تتهمني عمتي كارينا بإني أم سيئة وماني منيحة وكمان تشكك بأسلوبي بتعاملي مع بنتي وتقول أنه أنا بس بتظاهر بإني أم تجاه بنتي فأكيد رح حس بالإهانة وأنا ما رح أقبل بهذا الشي بنوب لأنه هذا الحكي غلط غلط ينحكي هيك مع الأم لو شو ما صار كيف قدرت تحكي هذا الحكي طيب إذا حدا بيقلك أنه أنت كأم لكعران ولريشاب سيئة ومانيك منيحة شو ما كنتي بتزعلي وبتعرفي أنه أنت أمي سالية وأحسن أم بالعالم كمان بعرف أنك ما رح تسمحي لحدا أنه يشكك بأمومتك أو بمحبتك إلهم لهيك بصراحة نزعجت كتير وقت حكتني هيك وشككت فيني كمان دان لازم هي تحس فيني كأم ما بحق إلا تحكي أني بها الطريقة ضنوب مثل ما كاراني وريشاب ولادك أنا كمان بيهوب بنتي وعلاقته الأمومة نفسها أكيد نفس العلاقة بتمنى تظلي محافظة على الرابطة القوية يلي مع بنتك لأن الشي حلو شوفي ولا شي مزعوجة لا معصبة معشي هلأ بتعصبة ليش تعرفي أنه أمك عم تدور على عريس لأختك كي أه عم تدور على عريس لشريستي بلا ما تقللي لأ وشو أنتي أختة وأنا بكون صهرة وبس وعتني مشك لي مسكت التليفون وتصلت بسمير تخيلي هالشي يعني سمير لي قللك معنات هي خبرته لسمير بس لهلأ ما دقتلي أكيد في شي غلاط أنا أختها الكبيرة مو هيك وأنا بكون صهرة هلأ أنسي كل شي هي بحاجة مساعدة ونحنا رايحين أنا وسمير وريشاب بدنا نساعدها ماشي استنى أنتو هلأ رايحين تساعدوها مو؟ وبدوني شخص الوحيد اللي قادر يساعدها هو أنا أكيد لأنه أنا اللي بعرفها كتير منيح مو أنتو إذا أمي عم بتدور على عريس لشريستي معناها هي أكيد جدية وإذا الشريستي عن جد رفضت الموضوع وما بدأ تتزوج معناتها هلأ بدك تلاقي سبب والسبب يكون مقنع كمان سبب؟ إيه سبب شو أنت ما بتعرف ليش ما بدأ تتزوج يعني؟ آه 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 هي ممكن عرفت يمكن عرفت آه آه طبعا بعرف أمشي لعندهم آه ماشي آه بيهو بنلعب فيهم بعدين هلأ رايحين على بيت ستك عنا شغلة مهمة تاحين عبيت تاتي؟ إيه؟ راح ناخد كوكو معنا؟ ماشي جيبيها لكوكو تعالي كوكو بنروح عبيت تاتي بسرعة ما معنا وقت ضايعوا يلاً نحن راحين باي آه لو سمحتي تفضلي الغرفة 505 دقيقة يلا أنا راح أخبر الأستاذ أنك وصلتي بس ليش بديك تخبري؟ هو أبي بيكون آسفة مدام بس هاي إجراءات ما فيني خليك تطلعي قبل ما خبر الأستاذ أنك هون ماشي تمام مرحبا أستاذ في وحدة بتتشوفك ايه بعرف خليه تطلع مدام فيك تطلعي لعنده بس بعد ما تسجلي دخول ماشي شكراً مدام تفضلي إذا بدك تطلع على المصعد روحي يسار وإذا على الدرج روحي يمين برح أطلع على الدرج شكراً شكراً مرحباً عفوا مدام بس لأين رايحة؟ بدي أطلع لفوق ماشي مدام بس بالأول لازم تسجلي اسمك بالسجل وتخبريني على أي غرفة بديك تطلعي وأنا باتصل بالشخص اللي بديك تشوفي وبخبره بس إختي هلأ سجلت كل شيء اسمها سوناكشي ايه صح هلأ سجلت كل التفاصيل شو هاد؟ بسبب موظفة الاستقبال ضيعتها لسوناكشي ما بعرف وين راحت ولا بأي طابق شو لازم أعمل كيف بدي لاقيها ممكن تعطيني السجل لسجل اسمي لازم تعرفوا كل شيء عن الزوار لو سمحتي هذا السجل جديد ممكن تعطيني الأديم مدام الأديم صفحاته تعبت كلها تعرفي إختي سجلت كل شيء ما رح عيده شكرا لكم اشتركوا في القنة بحادث اشتركوا في القناة